هو محدش مهتم بس للاسف هقولي ان انا وصلت الاخر محطة في عالم فينسا جيليجن وانتهيت من فتر كال ساول وطبعا ده مش ريفيو مابدا اي يوم بقى انا جاي اصيح انا اصلا صيوحة بسم الله ان ابدأ صيوح لس جو بداية الموسم كانت حلوة اوي حلو حلوة اوي 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 خصوصا انها كانت بتكمل على نهاية الموسم الخامس اللي بالمناسبة كان موسم ولا اروع وبداية الخطة العبثية لتدمير حياة هاورد بس فالقي هنا اللي بيخطق جيمي و كام اللي هو الاتنين يعني بتتعملي يا ملك بس اي سيبا كان يرجع لها النقطة دي تانى مسو مش دولقتي وحابي بحي ظهور عن ملاله في اول حلقه اللي هو فامنا ننزل كله بلوان الحمراء ننزل البقشة بفف امي وانيجي الواحد من افضل الشخصيات اللي انا شفتها في المسلسل وهو الناتشو فارجا وهنا هنتكلم شويه بصراحه اللي هو يا الهي عن الجمال يا الى اللي هو انا وصلت الحلقة الثالثة بس انا مجرد ان انا كنت بتفرج عليها انا انفصمت اللي هو انا مش عارف تبسط من الاداء التمثيل العظيم ده ولا في نفس الوقت انا زعلان اوي لا انا بجد زعلان زعلان خالص انا بقى اتقاهد كل من المشهد دي خلاص اجيبه من الاول من كتر الجمال اللي هو لدرجة ان انا بجد شفته اكتر من الـ 17 مرة وكل مرة اللي هو جديدة ليه لا انا بجد انا كل مرة انا بتصدم نفس الصدمة كل مرة عمي مايكل ماندو بيقول فيها انت تفكر مني انت تفرج عليها انا ببقى خلاص اللي هو انا متكايف فشخ ملك شكرا عالجمال وبعد ما شفت المشهد 15 مرة انا انكزين الدقيق بس في نفس الوقت انا انا مبسوط اوي انا مبسوط الاداء ده جبار عم مايكل وختما للكلام اللي انا ما تشوف فانا حمد بقول لي اندي ايه واحدة من افضل الشخصيات كتابيا في المسلسل وفعالا فينس بص في من الاخر بقى ومن الشخصيات اللي ما كنتش اتوقع ان انا احبها بالشكل ده في يوم الايام بصراحة انا بسط جدا من الشخصية دي لانها شخصية عميقة كتابيا بشكل مش طبيعي ودوافع الشخصية نفسها تخليك تحبها بشكل عارف انت اللي هو لا ارادي كده اللي هو انت بتحب انها تشو ليه لا انت بتحب انها تشو هو غزب عنك كده عادي ونيجي الواحدة من اكتر الشخصيات اللي بعشقها في عالم فينس جيليجن وهو جد مايكل ايرمنتراوت ومن اكتر الحاجات اللي بحبها وبحترامها في المسلسل ده ان شخصية زي مايكل ايرمنتراوت خدت حقها جدا هنا اكتر من بريكينج باد بمراحل وشوفنا بضايت الشخصية وتطورها وعمل كتير قوي اسست الصورة اللي احنا شفناها في بريكينج باد وطلعت لنا مايكل اللي احنا نعرفه في الاخر انا بعشق الشخصية دي وخصوصا مع كل اهنا مايكل سيحدث بفرح ايو والله بحس ان هو الملك الحرس لنص العالم ده الراجل ده في مهم جدي والله وتحزير بسيط عشان هابدأ اتكلم بحرق دلوقتي لس جو اكتر حاجة بحبها في اي مسلسل هي التفاصيل والمسلسل ده غني بتفاصيل كتير جدا وهنرجع لها دلوقتي انا ابدأ بقى هارد هاملين مش عارف مين سايكوباتي ممكن يكون بيكره الكاركتر دي وشايف انها كاركتر شريرة اللي هو انت بتفكر ازاي خصوصا ان الراجل ماعمدش حاجة هو دايما الضحية في قصة احدهم تحديدا جدا ومع الخطة الغريبة اللي عملوها اوما الاثنين اللي هو انتو بتدمروا حياته لا ده بجد ده هو ما بيدمره حياته بجد ونوصل لواحدة من اكتر الحلقات تكامل في العمل ده كله حلقة plan and execution في الحلقة دي تحديدا احنا بنشوف نهاية هارد هاملين اللي بنبع على مدار الموسم احنا شفنا عمك شخصيته اكتر اللي هو بيتحول من مجرد شخصية سطحية لشخصية عميقة انت بتشوف هارد هاملين وهو مصاب بالاكتاب وعنده مشاكل في بيته هارد هاملين صاحب الاتسامة العريضة اللي احنا كنا كلنا بنوصفه بالشخصية الحقيرة في اول المسلسل بيبقى في الاخر هو مجرد دمية بيتم التلعب بها بواسطة الاخوة ميجيل مع ان هو برضو نفس الشخص اللي بيحاول يساعد كل الناس زي ما ساعد كيم ويكسلر في بدايتها وزي ما ساعد جيمي ميجيل في بدايته الى واحد من افضل المشاهد في الحلقة دي تحديدا لما كان بيتكلم عن تشوك ميجيل وده بيبين لك وبيفسر لك حاجات كتير او عن الشخصية دي وفي الاخر ما كانش يستحق اي حاجة من اللي حصلت له ولا نهايته ماشي يعني المخرج عايز كده حزب الله لا ممكنه ومع ذكر الحلقة السابعة لازم 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 اذكر لالو سالامانكا لالو سالامانكا واحد من افضل الشخصيات والعناصر اللي موجودة في بيتر كولسوه هو مثال للمختل عقليا اللي عنده الاستعداد انه يقتل بدم بارد والضحك على وشه بكل بساطة واكتر حاجة الشخصية دي تتميز بيها وهي الذكاء اللي كوانت عندنا ثنائية اجرامية تأكد تكون الافضل بالناحية انت عندك لالو سالامانكا المجرم الفوضوي ومن الجنب الثاني انت عندك جاس فرينج المجرم المنظم اللي بيكون قدامنا ثنائية قوية جدا اللي بيخلينا نشوف جاس فرينج الشخصية البردة التلجاية اللي مفيش اي حاجة بتأثر فيها خليه يتوتر بالطريقة دي ويخوفه انت متخيل لدرجة ان جاس فرينج لما اخذ الحظر لأقصى وابعد حدود خبه مسدس في مكانه عمل الابسط احتمال الاعتبار لان لالو سالامانكا انت متقدرش تتوقع افعاله وفعلا هو ده اللي حصل بعد كل الحظر اللي هما اخدوه حصل عكس توقعاتهم وعكس توقعاتنا شخصية بصراحة كنتش متوقع انها تبنهياتها كده وانييجي الواحد من افضل المشاهد في حلقة point and shoot لما كانوا بيتفنوا الاثنين هاورد هاملن ولالو سالامانكا وهنا نرجع سريعا بريكينج باد لما هانك شريدر اكتشف الميث لاب وقال ان في جسطين مجهولين لقيهم ودول بكل بساطهم هاورد هاملن ولالو سالامانكا وهبدأ اتكلم دلوقتي عن افضل شخصية نسائية انا شفتها في حياتي كيم واكسلر اكتر حاجة كانت مرعبة في المسلسل ده ان هي مظهر ريتش اومت لما احلهاش بشكل من الاشكال في بريكينج باد فالتفسير المنطقي ان هي ماتت ودي بصراحة هتبقى حاجة صعبة فطول الموسمة انا بتساءل على المصير الشخصية دي ومن هنا ياخدنا السؤال للعلاقة بينها وبين جيمي اللي كانت خلاص انجرفت في الظلام مع سول جودمان وبقد بتستلز بيه بس الفرق ان كيم فائد بعد موت هاورد لكن جيمي بقى خلاص بقى سول جودمان اللي جاهز يتقدم لنا في بريكينج باد بعدها بنوصل لواحد من اكتر المشاهد وقعية لما وصل لمرحلة انه هو انسان خسر كل حاجة فرن على كيم وكان مشهد واقعي بطريقة مش طبيعية اللي كان الناتج عنه اعتراف كيم ومشهد الباص اللي كان اكثر واقعية من المشهد الاول هنرجع خطوة بسيطة اول حلقة وعلى لسان المحنك اللي جواي الحلقة دي مكنش الهدف منها النوستالجيا وخلاص هو اقم فيه نوستالجيا وصدمة كبيرة في لحظة الادراك ان الموضوع بتاعناتش وللو تحكالك من الموسم التاني في حلقة Better Call Saul ومن اكتر الحاجات اللي مخليها الحلقة دي الحلقة المفضلة بالنسباني العنوان العنوان اخي في الله العنوان بتاع الحلقة Breaking Bad الاختلال الضال وفي الحلقة دي على خطة وولتر وايت جين بيجيله الاختلال الضال اللي بيرجعه سليبين جيمي تاني وبيحتل على الناس فور فون مش اكتر وبيجي بعدها مشهد بيخليك تغير نظرتك للعلم ده بالكامل واللي بيخليك تتأكد ان شرير العلم ده الرئيسي هو سول جودمان هو حلقة الوصل المفقودة بين كل الشخصيات والبداية الفعلية الولتر وايت مش لما خطف سول جودمان للسحر البداية الفعلية الولتر وايت لما سول جودمان راح للمدرسة مع ان مايكل ارمان تراوت حذره ومن هنا تبنى عالم بريكينج باد وبنوصل للنهاية اللي بتتحفر في التاريخ ان هي واحدة من افضل النهايات في عالم المسلسلات بالكامل وبنوصل لحلقة سول جون ومن هنا كيان سول جودمان بينتهي بواحدة من افضل النهايات كتابيا في التاريخ وماش هتضحكة سول جودمان في بداية الحلقة بيفكرني بضحكة والتر وايت في حلقة كراول سبيس واللي اتنين اعظم ما يكون وسؤال قلت الزمن لما بيسأله المايك فبيعبرله عن ندم وفي اول مرة خد فيها رشوة ونفس السؤال والتر وايت اللي بيعبر عن ندم انه هو ساب الشركة ومن كانش زمنه هيبقى موجود معادي الوقتي وفي المرتين هو بيرد بنفس الاجابة الساخرة الهزلية ومن بعد ما وصل بالحكم من 100 سنة ل7 سنين بيدرك ان لازمان سول جودمان يموت وبيبقى ندم الوحيد في الحياة هي كيب ماكسلر وبيضحب كل حاجة في المحكمة بس عشان يلاقي نظرة قبول منها وفينسا جالجين وبيتر جولد بينهو عالم بريكينج باد للابد واحدة من افضل النهايات في التاريخ وبننتهي بنفس الكادرات اللي بدقنا بيها وكانت حاجة عظيمة جدا بس نزلت بصراحة وموطن قوة المسلسل ده واكتر حاجة بتخلينا حبه هي كتابة الشخصيات وعمقها ومفيش شخصيات فيهم فيها غلطة غير ان المسلسل كتابيا هو اعظم مسلسل شفته في حياتي وفيه اداء تمثيلي عبكري كل الموثلين عملوا ابداع مش طبيعي للشخصيات ومن اكتر الحاجات اللي بحبها كمان هي الكادرات والسينماتوجرافي بتاعت المسلسل ده بيخليك تتفرج وانت بتقول دي اعظم كادرات واعظم سينماتوجرافي انا شفتها في حياتي واخيرا تقييم المسلسل اكيد مش هيقل عن عشرة من عشرة ولو وصلت لحد هنا حابب اقولك ان انا بحبك بس تفتكر ان محدش متام